لأول مرة بوهران يستفيد القطاع الصحي من استلام مصلحة طبية جديدة وهي مصلحة التشريح الوظيفي المتخصصة في دراسة وتحليل الخلايا والأنسجة وذلك بالمؤسسة الاستشفائية مجبر التام بعين الترك وهي أول مصلحة تشريح الخلايا والأنسجة في ولاية وهران في خدمة المواطن مبدئياً سنقوم بتحليل الخلايا اللي هي السيتولوجي وإن شاء الله عندما تتم حضور المعدات اللازمة إن شاء الله نكمل عملية السيتولوجي لا نبات إن شاء الله يا ربي مواطن بلديات الكورنيش والقرى النائية بها سيستفيدون من الآن فصاعداً من العلاج بثلاث مصالح جديدة وهي الجراحة العامة التخدير والتشريح الوظيفي فيما يخص العتد اللي لاحظوا على مستوى المصالح كان هناك مصالح افتحناها جديدة طلب الأمر بش ندعموها بهذا العتاد هذا العتاد المهمة الأولى أنتها هي تقريب الصحة للمواطن وأخذ بعلا الاعتبار إن شغلت مواطنين عين الترك وهذا لتفاديهم التنقل إلى مدينة وهران أو بالعكس ممكن استقطاب مرضى من مدينة وهران على مستوى المؤسسة الاستشفائية مجبرة تامي عين الترك أكثر من 40 مليار سنتيم هي القيمة المالية لمختلف التجهيزات الطبية التي تدعمت بها المؤسسة الاستشفائية مجبرة تامي بعين الترك مؤسسة تضمن التغطية الصحية لأكثر من 100 ألف نسمة وتراهن على توسيع هذه التغطية إلى الولايات المجاورة لوهران ترجمة نانسي قنقر